اكرامي الامر يعني لا يختلف كثيرا عن عشور لكن الفكرة في حد ذاتها ان شريف اكرامي شايف ان ممكن الفترة اللي جاية مشاركته ووجوده في المباريات الرسمية محدش هيضمنها او محدش يقدر ياخد فيها قرار سوى المدير الفني فكان شريف دايما عنده تفكير يعني عنده يعني اه في اطار ان هو بيفكر اه لا خلاص دي مدرسة النادي الاهلي ودي طريقة النادي الاهلي وطبعا محدش يقدر يجبر اي مدير الفني على طريقة لعب او تغيير تشكيلة او اجباره على مشاركة لعب بعين وشريف احد ابناء النادي الاهلي وعارف الجزيات دي بشكل مهم جدا فكان على طول بشكل احترافي عارف ان هو ممكن يقدر يقدي سنة واثنين وثلاثة فاتخذ هذا القرار بعد ما اعد مع لجنة التخطيط تم منخشة هذا الامر وتم قبول الموافقة على رحيل شريف اكرام ان هو يشوف فرصته خلال الفترة اللي جاية طالما الامر كان بيتعلق بامر فني بحث لا لجنة التخطيط ولا الادارة ولا اي حد يقدر يكلم مع المدير الفني في هذا الشكل دي مدرسة النادي الاهلي عبر الازمنة المختلفة وفي النهاية انت تتكلم عن سيستم اداري وسيستم فني بتحافظ عليه عبر الاجيال ومن خلال تواصل الاجيال خلال السنوات السابقة رغبة شريف في النهاية على فكرة ما كانش ليه علاقة بالامر المادي وده هنا انت بتعلق قيمة الحفاظ على اسماء النجوم واللاعبين وهم موجودين او حتى لما يرحلوا لان البعض ممكن يربط رحيل لاعب او اخر بامثلة تانية حتى لو امثلة على المستوى القريب الامر مختلف تماما لان الامر ليس امر مادي الامر اللي اعلاقة بالمشاركة الفنية بالاستمرار مع الفريق بوجهة نظر المدير الفني بقرار لجنة التخطيط للحفاظ على النجوم وختام المسيرة القروية على افضل وجه حفاظا على اسماءهم ومكانتهم كاحد رموز الكرة خلال السنوات اللي جاية فبالتالي ما ينفعش عقد اي مقارنات مع اي لاعب حدث منه بعض المواقف في الفترة السابقة لان الامر مش امر مادي فيما سبقا امر مادي لأحد اللاعبين بعينهم دون ذكر اسمهم يعني خلاص التاريخ انتهى والماضي انتهى وبنفكر في اللي جاي فما حدش اقض مقارنات والاجيال الصعدة وقطاعات الناشئين اللي جاية انت بتربي غريزة معينة وبتأسس معيان مهم جدا لسياسة النادي الاهلي ومسؤولية النادي الاهلي في التعامل مع لاعبيها ومع اجهزتها الفنية في فصل تام ما بين القرار الفني والقرار الاداري القرار الفني ملك المدير الفني القرار الاداري اقدر انا بما تملكه من امكانيات وقدرات ومكانة كبيرة لدى الادارة والجماهير واللاعبين احافظ على هذا الشأن لكن القرار الفني بيبقى قرار جهاز فني ما درش اتدخل فيه ودي سياسة الكل بيتمحى منذ سنوات منذ ان رحل عدد كبير جدا من اللاعبين خلال سنوات كثيرة لكن في النهاية القرار القادم ده اللي بيحسن مستقبلك وازاي تفكر بتمهل عشان تحافظ على العلاقة الطيبة والتاريخ الطويل اللي انت قدر تتحققه مع اكبر الاندية في مصر والشرق الاوسط والمنطقة العربية والافريقية النادي الاهلي في النهاية نتوفيق يا رب لو حسام عشور والشريف اكرامي اتنين من رموز النادي الاهلي اتنين من نجوم النادي الاهلي اتنين كان لهم يعني ثقل كبير على عدد كبير جدا من اللاعبين لمعرفة فكرة العقيدة والامكانيات والظروف وما هيئة النادي الاهلي كمان كان نجوم فريق كرة القدم كان لهم طريق طول جدا سواء في المباريات المحلية او حتى المباريات الافريقية نغلق هذا الملف والملف انتهى والشأن شأن داخلي علاقة بين اللاعبين والادارة والجماهير في النهاية سواء الاجيال الحالية او الاجيال اللي عاشت احداث خلال فترات اخيرة ممكن تبقى عرفة ان ده بالنسبة لها مش امر جديد لكن الاجيال الجديدة لازم نقول لهم المواقف السابقة وازاي نادي الاهلي بيشتغل على هذه الموضوعات وازاي نادي الاهلي بيحط دايما العمل الاحترافي والعمل المؤسسي في التعامل ما بين كل قطاعاته وكل واحد يبقى ليه صلاحيات في النهاية عشان تقدر لما تقول انا عندي كان بطولة او عندي مبادئ بيشتغل عليها الناس تبقى عارفة القيمة والمكانة الكبيرة دي ما كانتش جاية من فراغ طيب عبر او